هذه القضية تنقل عن حفيد الشيخ علي القمي الزاهد المعروف اللي كان في النجاف يقول نحن سغفرنا من العراق وجئنا إلى قوم كل شيء ما عدنا يقول أنا أول شيء ذهبت إلى الحرام بمجرد ما وصلت إلى قوم نحن عادة ذهن مشوب بالعوامل المادية فكر إلى من نذهب ماذا نفعل من أصدقائنا في هذا البلد ولكن هذا الرجل أول ما فكر قبل كل شيء أن يذهب إلى كريمة أهل البيت وقبل الزيارة وقبل كل شيء خاطب كريمة أهل البيت قال إحنا عندما كنا في النجاف كنا في ظل آبائك وأجدادك وإحنا الآن إجينا في ظلك أنا أريد مني ثلاثة أشياء الشيء الأول إحنا خرجنا من النجاف صفر اليدين كل شيء ما عدنا أريد تمشهون أمور هذا الشيء الأول الشيء الثاني أنه أنا بيت ما عندي وأريد بيت الشيء الثالث أنا أعوام مزوج أولاد ما عندي وأريد أولاد وذر هذا قبل كل شيء يقول في فترة قليلة كل شيء توفى الأمور كلها سهلت والآن هذا الرجل عنده ستة من الأولاد حين نقل القضية طبعا هذه القضايا كلها تتعلق ببعد معين يمكن واحد أن يطلب كل شيء ولذلك يقول أنا كل عمل مستحب أفعله من ذلك الوقت إلى هذا اليوم أهدي ثوابه إلى كريمة أهد المين أو أجعلها شريكة في الثواب ننقل هذه القضية أيضا عن الوالد رحمة الله عليه كان يقول جاء رجل مهجر من العراق بقي في قوم خمسة أشهر أو ستة أشهر ما عنده بيت مشرد في قوم في يوم من الأيام ضغطت عليها هذه الحالة كثيرة بعد خمسة أو ستة أشهر من التشرد جاء إلى حرم كريمة أهل البيت وهو مغضى بدون مقدمات وبدون زيارة وبدون سلام هذه لحظة الانقطاع خاطب كريمة أهل البيت وقال لها هذه هي الضيافة هالشكل الضيفون ضيوفكم يقول طلع من الحرم قبل أن يصل إلى منتصف الصاحن شاف فدواحه قال له يا فلان شنو صارت قضية البيت قال لم أصل إلى نتيجة قال أكفت بيت هنا تعالي شوفي عجبك لولا فأخذه ووجد بيتا مناسبا وفي نفس ذلك اليوم اشترى ذلك البيت انقطاع لحظة واحدة كريمة أهل البيت صلوات الله عليها الله سبحانه وتعالى أعطاها كثيرا من مقاليد الكون آه